اهلا بكم اصدقائي طلاب الصف الخامس الابتدائي اليوم سنبدأ مع بعض unit 2 من منهج time for english unit 2 بعنوان at the amusement park او بشكل اضاق at the amusement park طب لي ارى نطاق تدي خلي بالك نقطة صغيرة سجلها في كراسة الجرامر قبل ما نبدأ درسنا اهم حاجة لازم في البداية نضغط like للفيديو وعمل share مع اصدقائك علشان كلنا نستفيد اعمل subscribe للقناة وضغط على رمز الجرس علشان كل الفيديوهات اللي هتنزل في المنهج توصلك اول ما تنزل على القناة ثانية حاجة انا سايب لك لنك كل الفيديوهات بالترتيب في description اسفل الفيديو احتفظ باللنك ده وابعته لاصدقائك علشان كل الفيديوهات اللي تنزل في منهج junior 5 تكون عندك مترتبة وتقدر تذكرهم في اي وقت اوكي طيب يلا بينا نبدأ مع بعض at the amusement park انا هنا نطقت ليه ذي مش ذا هي كلمة دي بتتنطق ذا عادي بس لو جي بعديها noun اسم الاسم ده بدء ب vowel vowel يعني حرف متحرك يعني اي 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 او يو في الحالة دي انا حنطق ذي ذي مش ذا دي نقطة pronunciation صغيرة كده طيب الذا دي بسميها article الاد لو انا قلت لك ان الاد نوع الكلمات الاول اللي في التايتل ده سميه التايتل للعنوان بتاعي الذا دي preposition حرف جر الذا دي article الذا دي article اللغة العربية كلمة amusement park اللي هي الحديقة الترفيهية والاثنين طبعا ايه amusement park ده now خلينا نشوف ايه المحادسة اللي بتحصل قدامي زا ما اتفقنا ان انا عندي اليونت بتاعتي اول حاجة فيها ال conversation time ودي فيها محادسة كبيرة وفي محادسة review الصغيرة اللي هي دي طبعا ال review دي هي مراجعة على المحادسة بتاعت unit one ودي المحادسة الكبيرة مطلوبيني ان انا ذاكر المحادسة دي كويس طبعا احنا هنشرح المحادسة دلوقتي وحنفصل كل جلمة فيها وحنطلع الحاجات المهمة جدا في المحادستين الكبيرة والصغيرة ثاني حاجة بيبعندي word time اللي هو وقت الكلمات ودي اهم الكلمات المطلوبة مني احفظها في اليونت والدرس التالت هو الدرس الاهم واللي بيعمل لنا مشكلة هو practice time اللي هو وقت grammar ودي grammar rule بتبقى موجودة في الدرس ده وكمان عندي phonics time اللي هو وقت الصوتيات بدرس صوتيات معينة او pronunciation rule كده قاعدة مقواعد النطب خلينا نبدأ مع بعض بي الconversation اول حاجة البنونت دي بتقول it's so hot it's so hot طبعا لقيت دي subject pronoun ال apostrophe as هنا اختصار لي is وقلنا ان احنا ال apostrophe as دي ممكن تكون اختصار او has او ممكن تكون possessive يعني ملكي so معناها very معناها جدا ام حاجة وانت بتحضر الدرس بتاعك وانت بتسمع الفيديو لازم تسجل كل نقطة grammar راحنا بنشرحها بعد فترة هتلاقي معك كم كلمات وكم نقطة grammar مهمة جدا هتبقى قوي جدا في grammar على شرط انك تسجل كل حاجة احنا بنقولها طيب عندي الكلمتين دول معناهم جدا وبيجي بعديهم adjective يعني صفة جميل it's so hot يعني الجو حر جدا it's so hot I'm really thirsty I'm really thirsty الام دي الابوسترفي ام دي اختصار لام I'm really thirsty انا حقا thirsty يعني عطشا تمام فقال الولد رد عليها قال me too me يعني انا كمان to بتيجي في نهاية الجملة قبلها كومة معناها ايضا معناها تسوي كلمة also also يعني ايضا طيب طب هو بيعمل حاجة بيقول let's get some juice let's get some juice ركز بقى معي جدا هنفتح مع بعض ال whiteboard بتاعتنا ونشرح let's get some juice اول حاجة الابوسترفي اس هنا اختصار لي حد ممكن يقول لي is has possessive ملكية هقولك لا الابوسترفي اس هنا اختصار لي us ودي حالة ندرة شوية مش تبقى موجودة كتير يبقى let's دي اختصار لل let us ده object pronoun ده مفعول عايد علينا احنا معناها هيا بنا طب ايه المطلوب مني اعرفه بخصوص let's اول حاجة ان let's لازم يجي بعديها infinitive verb فعله في المصدر دي اول معلومة معلومة الثانية ان let's والمصدر دي انا باستخدمها عشان نعمل حاجة اسمها suggestion suggest يعني اقترح suggestion اوكي suggestion suggestion يعني suggest يعني اقتراح suggest ارجع تاني لو عايز عمل النون بتاعها suggestion اللي هو الاقتراح تمام تمام طيب هذه بس الطريقة عشان اعمل اقتراح اللي هي let's plus infinitive verb let's plus infinitive لا فيطر طرق تانية سجل معايا كده اكتب مهم جدا how about what about what about what about او how about يعني وماذا عن دول بعديهم noun او verb ing how about going to the zoo going to the zoo going to the zoo طيب why don't we go to the zoo يعني لا لا اي رأيك نروح الزو لو انت موافحة تقول لي okay let's go لو مش موافحة تقول لي sorry i am busy دي نقطة مهمة جدا جدا ربا let's get some juice طيب number two اللي بيحصل فيها what kind of juice do you want what kind of juice do you want what kind دي دي ادات تفهم معناها ما نوع what kind of juice do you want السؤال ده التنسب بتاعه الزمن بتاعه زمن present present simple present a مضارع بسيط طب عرفنا منين لان المساعد هنا عندي do وعندي مصدر الفعل يبقى السؤال اللي تكوينه ده تستفهم do أو does كفعل مساعد وبعدين subject وبعدين فاعل وبعدين infinitive verb يبقى ده تكوين السؤال في زمن present simple ال present simple سجل ده مهم جدا وتعنا نروح للنوطة اللي بعدها فقلنا ايه what kind of juice do you want الراجل بيسألهم اي نوع من العصير انت عايزينو فهي قالت والله pineapple juice عصير pineapple يعني ananas pine apple pineapple juice please تمام يقول لابين نروح لنمبر ثري فالولد بص في جيبه ملقاش فلوس تكفي فقال uh oh و exclamation mark علامة تعجو I don't have enough money I don't have يعني انا مش معايا طيب لو انا معايا فلوس هقول I have enough money يبقى I have نفيها I don't have طب التنسب بتاعك الزمن زمن present simple I don't have enough money انا مش معايا فلوس كفاية طيب فالبنوتة طلعت بنوتة جميلة جدا وقالت له that's okay that's okay يعني لا عليك ما يهمكش حاجة الدنيا بسيطة it's my treat it's my treat my treat يعني عزومة treat يعني عزومة my treat خلاص انا حاسب انا عزمك اوكي كلام جميل طيب المايدية مش عايزين نعدي عليها كده يسميها possessive adjective صفات ملكي اعيد عليها انا دعنا نراجع سريعا ايه هي possessive adjectives في الانجليش لأن I possessive adjectives ستبقى my he ستبقى his she ستبقى her it ستبقى its we ستبقى دول بسميهم يا شباب possessive adjectives صفات ملكية يعني كلمات بتقول لي النون ده بتعمين لما اقول مثلا my car بدي عربيتي انا his car عربيته هو her car عربيته هي طبعا مش هنفع اقول مثلا لو انا عندي مثلا زرافة ورقابتها طويل حولها its neck its neck يعني رقابتها عيدة على الزرافة وعيدة على حاجة غير عاقل our our car يعني عربيتنا our house نفس الكلام منزلنا احنا طيب عندي هنا they كضمير فاعل في possessive adjectives هتبقى their their car you في possessive adjectives هتبقى your حاجة خاصة بك انت أو انتم مهم جدا شباب possessive adjectives اللي هي صفات الملكية برضو خلينا اكتب لك المصطلح اسمه possessive adjectives دي بسميها possessive adjectives اللي هي صفات الملكية نرجع مع بعض اخر حاجة here you are here you are حد قالك تفضل حتقوله thanks a lot thanks a lot يعني شكرا تبدي طريقة عشان اقول thank you في طرق تانية عشان اقول thank you او ممكن اقول thanks a lot thank you so much thanks a million thanks a million يعني شكرا جدا ممكن تقول i really appreciate it i really appreciate it لو حد عملك خدمة وانت مقدر اللي هو عمله ستقول i really appreciate it ممكن تقول i can't thank you enough i can't thank you enough i can't thank you enough اهي i can't thank you enough دي بعض المصطلحات اللي بيستخدمها native speakers اصحاب اللغة علشان يقول لبعض thank you i can't thank you enough ممكن اقول كمان i owe you one i owe you one يعني انا مديل لك بواحدة يعني انت عملت فيها جميل وانت زي ما بتقول لحد كده جميلك على راسي ما فوق وانت فنعتك ان انت تردله الجميل هتقول له i owe you one i owe you one طيب المحاسة الصغيرة المراجعة smells good سكر بيقول smells good what's for lunch نتفعنا ان what's for يعني ايه اللي على الbreakfast اخدناه في الوحدة اللي فاتت what's for breakfast هنا what's for lunch اللي على الغداء فقالت we are having spaghetti we are having or we're having خلي بقى لك ان where دي short form we are we're having spaghetti spaghetti أوكي طيب التنسب بتاع الجملة دي present continuous عشان انا عندي are plus plus verb ing ده زمن مدارع مستمر بتكون من am is are verb ing فسكر قال يم يم يعني لزيز my favorite دي العكلة المفضلة بالنسبالي لالس بكاري قالت له سكره here help yourself help yourself يعني اخدم نفسك بنفسك يعني اتفضل يعني اتفضل اوكي يا شباب كده خلصنا الconversation الكبيرة والصغيرة خلينا مع بعض نروح على ال word time ال word time مهم جدا مره مع بعض الكلمات كده نقرب كده الشاشة ونره مع بعض الكلمات اخر حاجة عندي drink juice drink juice دي والار في النوت انت ج دي والار انت ج كأن في ج sound كده في النص ج drink juice ج juice drink juice drink juice number two eat cotton candy eat cotton candy eat cotton candy او cotton candy لو انت امريكان cotton cotton candy eat cotton candy number three win a prize طبعا drink juice يشرب عصير eat cotton candy يعني يأكل غزل البنات win a prize win a prize يعني يفوز بجيزة get on a right get on a right when you are in the amusement park you go on a right go on a right يعني يروح يركب لعبة في الملح see a show see a show the o w في show سيديني long o see a show have lunch have lunch have lunch have lunch have لو جاءت قبل الميلز الواجبات هذه بمعناها يتناول buy tickets buy tickets buy tickets يعني يشتري التذاكر take pictures take pictures take pictures طيب المطلوب مني في الكلمات دي يا شباب الكلمات دي لازم اكتبها نصف صفحة وصفحة على قد معدر واحفظها كويس جدا ودي بسميها phrases phrases يعني عبارات مش كلمات مفردة يعني كلمتين مع بعض والphrases دي مهمة جدا ان انا هتعلمها عشان هتساعدني ان انا هتكلم انجليش بشكل كويس جدا تمام تعالوا مع بعض كده نتشوف نهت حجم ذكري فغير يعني ام هتح يوم وinde نصف هتح نحن يوم يوم where is it okay what are they doing they are eating cotton candy they are eating cotton candy so let's go to number three win a prize win a prize win a prize where is number three okay win a prize win a prize okay number four go on a right go on a right where is number four yes go on a right يعني يركب لعبة في الملح okay number five see a show see a show see a show يعني يشاهد ايه عرض dolphin show ده بسمي ده dolphin show لو عرض الدولفين number six have lunch have lunch have lunch يعني يتناول الغداء number six where is number six that's it they are having lunch they are having lunch have lunch have lunch okay number seven buy tickets buy tickets buy tickets يعني يشتري التذكر where is number seven number seven yes that's it buy tickets buy tickets buy tickets okay the last one is take pictures take pictures take pictures take pictures take pictures where is yes what's she doing she's taking pictures she's taking pictures she's taking pictures she's taking pictures okay ياربين اشوه ابنوا راهم سريعا اخر مرة repeat after me قولوا رايا اشعار 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 ا have lunch buy tickets buy tickets buy tickets take pictures take pictures take pictures بكده نحن ننتهينا من أول جزئتين في اليونت اللي هو الـ conversation time و الـ word time اللي هو وقت الكلمات كما تفعلنا الـ conversation الكبيرة والصغيرة يجب أن تحفظ جداً نقاط الـ grammar أو الـ language اللي احنا تكلمنا عنها يجب أن تتكتب في كراست الـ grammar وتتذكر جداً كلمات يجب أن تكتب نصف صفحة أو صفحة وتتحفظ جداً مرجع إن شاء الله نكمل مع بعض الـ practice time وقت الـ grammar ونأخذ الـ phonics time وكي يا شباب طيب في نقطة مهمة جداً هتلاقيني سايب لك في الـ description أسفل الفيديو link الـ whatsapp link الـ whatsapp بتاع junior 5 هتدخل على link الـ whatsapp خليك معنا على الـ group لو عندك أي سؤال سيبهولي في التعليقات أو ادخل معنا على الـ group وتقدر تسألني في أي وقت وكمان هنزل على group الـ whatsapp الـ listening بتاع الـ unit D وكي ننزل listening بتاع الـ conversation listening للـ vocabulary listening للـ practice time وكمان فيه اغنية جميلة للـ grammar حلوة جداً حتى عجبك أما حاجة بس تشترك معنا أو خليك معنا على group الـ whats حسناً متنساش للفيديو على بك اضغط like الفيديو وعمل تشاره مع أصدقائك thank you so much for watching see you next time bye bye for now